أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية والتي يصدرها بعنوان نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة تضمن العدد الجديد استطلاع رأي بهدف التعرف على تصورات مواطني دول الاتحاد الأوروبي للأوضاع الاقتصادية في بلادهم ومدى رضاهم عن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد من أجل موجهة التحديات الاقتصادية وذلك خلال الفترة من الثالث والعشرين حتى الثلاثين من نوفمبر من عام 2022 وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في أن 76% من المبحثين الأوروبيين بالعينة يرون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء وجاءت سلوفاكي على رأس قائمة الدول التي ترى أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيء وبنسبة 93% ثم بلغارية التي جاءت بنسبة 91% ثم تشيك بنسبة 88% والمجر بنسبة 85% في المئة